بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله في كيمة أربعة في فصل المخاليط والمحاليط لدرسنا اليوم سوف نفرق ما هو المخلوط وما هو المحلول ثم نحسب تراكيز هذه المواد بطرق عمالية وحسابية نستطيع نعرف كم نسبة المذاب إلى نسبة المذيب لأن المحلول هو عبارة عن مذاب زايدا مذيب سوف نشوف الآن التقسيم المناسبة عندي للمخاليط المخاليط هنا تقسم بشكل عام إلى قسمين القسم الأول يتكلم عن مخاليط متجانسة مخاليط متجانسة ماذا يقصد هنا بمخاليط متجانسة؟ المخاليط متجانسة هي عبارة عن شيئين مع بعضهم البعض تشوفهم أو بمجرد أن تشوف بالعين المجردة على أنهم شيء واحد يعني مثلا لو وضعت السكر مع الماء وخلطت السكر مع الماء تشوف تلاحظ أن هذا عبارة عن ماء لكن في الحقيقة عند التذوق لهذا الشيء تجد أن فيه طعم اللي هو حالي لطعم السكر الموجود معي نفس الكلام اللي هو عبارة عن الملح والماء لو وضعتم مع بعض في بيكون لي اللي هو عبارة عن تشوفه كأنه محلول واحد لكن في الحقيقة هو عبارة عن شيئين فالمحلول متجانس المتجانس الذي يجب أن نتكلم أن نقول عبارة عن كلمة محلول والتجانس ما هو المحلول المتكون منه؟ يتكون من حاجتين هو عبارة عن مذاب زائداً مذيب فمذاب زائداً مذيب فاللاحظ أنا عندي الآن السكر عبارة عن مذاب اللي هو المادة الصلبة والمذيب اللي هو عبارة عن الماء وهذا ينطبق على جميع الأشياء الموجودة عندنا هنا فالآن كلمة محلول تنطق على الشيء المتجانس اللي تشوفه على أنه مادة واحدة فقط فهو عبارة يتكون من مذاب زائداً مذيب وعطينا المثال هذا سكر زائداً ماء ملح زائداً ماء كله تشوفه على أنه مادة واحدة في المقابل في محالية غير متجانسة يعني أستطيع بالعين المجردة أشوف هذه المواد وأفرق بينهم بين ما هي المواد؟ أنك تستطيع أن تفرق بين المذاب والمذيب بينما في المحلول متجانسة لا أستطيع أن نفرق بين المذاب والمذيب وذلك تنقص في المخاليط المتجانسة إلى مخلوط معلق ومخلوط غروي مخلوط معلق ومخلوط غروي مخلوط ومعلق لوضعت الرمل مع الماء تلاحظ طبقتين موجودة طبقة الرمل في الأسفل بينما ما فيه تلاحظة موجودة وتلاحظة استطيع أن تفرق بين المذاب وبين المذيب بكل سهولة المخلوط الغروي هو مخلوط قريب من المتجانس لكن هنا فيه ظاهرة بتبعد لنا المخلوط الغروي من مخاليط غروي اللي هو الدم ولذلك الدم يعتبر انه مخلوط غير متجانس ولذلك استطيع اني فرق او صنف الدم و اعرف فصائل الدم و اعرف الاشياء كل الموجودة عندي في الدم وذلك المخاليط نقسم لقسمين متجانسة و غير متجانسة دائمًا متجانسة نقول عنها محلول بينما غير متجانسة نقول العبارة عنها اللي هو مخلوط سواء مخلوط غروي او مخلوط معلق هذه بشكل عام لكن لو جئنا نحسب نحسب التراكيز لكل هذا المذاب والنسبة والمذيب ولذلك سوف نمر على خمسة قوانية بنمر عليها أول قانون النسبة الماوية بدلالة الكتلة كتلة المذاب على كتلة المحلول ضرب 100 القانون الثاني بدلالة الحجم لاحظ الكتلة لازم يكون عندك بالجرام أو الكيلوجرام المحلول لازم يكون باللتر أو الملي الموجود عندي هنا ولذلك نلاحظ حجم المذاب على حجم المحلول في 100 هذه نسبة بعد أن ندخل في حاجة المولارية ماذا يقصد في المولارية؟ كم مول من هذه المادة التي ذابت في لتر من المحلول يعني أخذت سكر وذوبتها في لتر من المحلول كم مادة أو كم مول يوجد في هذا العشر جرام والعشرين جرام اللي وضعتهم من السكر في داخل هذا المحلول في اللتر نفس الكلام بيجينا قانون رقم أربعة يسمى المولالية المولالية هو تركيز مولالي وهو نفس الكلام كم عدد مولات المذاب يختص في كم مذيب استخدم هنا بالكيلو جرام يعني كم مول دام في كتلة المذيب بالكيلو جرام في آخر حاجة أستطيع أن نطلع الكسر المولي لأي مذاب والمذيب بطريقة عدد مولات المذاب أو المذيب تقسيم عدد مولات المذاب زايدا عدد مولات المذيب إن شاء الله بنأخذ كل واحد ونأخذ مسألة عليها على السريع ونشوف كيف نطبق الشيء هذا نأخذ مسألتنا الأولى التي هي على النسبة الماوية بدلالة الكتلة يعطيني كتلة المذاب على كتلة المحلول الضرمية هنا لازم نعدل شيء في هذا القانون فعلى طول فما نكتب كتلة المحلول هنا لازم تعرف أن الكتلة المحلول هنا لازم تضع المذاب زايدا المذيب لأن أغلب المسألة لن يعطيك المحلول مباشرة يعطيك بس كتلة المذيب طيب كيف نطبق الكلام هذا يا أستاذ شوفوا عندي السؤال 9 صفحة 56 يقول ما النسبة الماوية بدلالة الكتلة لمحلول يحتوي على 20 جرام من كربونات الصوديوم يعني الآن أخذ 20 جرام من كربونات الصوديوم أو كربونات الصوديوم الهيدروجيني الموجودة عندي هنا ووضعها في 600 ملي في الماء يعني أخذ بالشيء هذا ووضعه في اللي هو 600 ملي اللي هو عبارة عن ماء ووضعه لهذا الكربون اللي هو عبارة عن 20 جرام ووضعه في 600 ملي في يقول لك كم نسبة تتوقع الكتلة هنا النسبة الماوية بدلالة الكتلة كم كان نسبة اللي وضعت هنا في داخل هذا المحلول أو ذابت في هذا المحلول فبكل بساطة أنا بطلع النسبة الموجودة عندي وتساوي اللي هو من كتلة المذاب على هنا كتلة من ليس المحلول هنا كتلة المذاب زائد المذيب لازم تضع الرقم هذا بعدين أروح أضربهم في كم في 100 ورح أعوض تعويض مباشر عشان أطلع كم النسبة المؤوية الكتلية الموجودة عندي طيب أنا مباشر أنا عارف هذا كم نسبة المذاب اللي هو 20 لكن نبدأ الآن في الإشكالية الإشكالية في هذا السؤال وين المذاب والمذاب اللي المذاب هو 20 لكن المذاب الساد هنا أعطاني بيش بالملي وهو يطلبني في السؤال بالكتلة كيف حل المشكلة هذه هل أستطيع نحول من ملي لكتلة لا هنا لا تستطيع إلا إذا كان في موجود كثافة مادة وشيء لكن في شيء مميز عندي في هذه المادة من هو هذه المادة الماء دائما تعرف إن الماء هو عبارة عن ماذا؟ إنك لو وضعت الملي في الماء خاصية في الماء الماء الملي هو نفسه الجرام واللتر هو نفسه الكيلو جرام لازم تعرف هذه خاصية في الماء لماذا؟ لأن كثافة الماء واحد في ماء فمهما حسبت بيطلع الشيء هذا فمعناته مكتوب هنا 600 ملي معناته عندي 600 جرام فمعناته 600 جرام هذه الخاصية فقط في من في الماء واستطيع طلع الشيء هذا دائما في الماء فمعناته لا تخاف من كلمة ملي إذا وضع للماء وفي مطلوب منه كتلة فأنت تستطيع تحول الملي لكتلة بكل بساطة تغير بس رمز الوحدة الموجودة عندي فأروح أكمل هنا فأروح أكتب المذاب مع المذيب والله 20 زايدا 600 لأنك لو كتب 600 حال لها هذا المذيب هو مطلوب كتلة المحلول كاملة وروح أضربهم في كم؟ في مئة ويطلع لك الناتج هنا نسبة ماءوية تحسبهم حساباتك تقسم 20 على 620 وتضربهم في مئة يطلع لك النسبة الماءوية فأنت توجد الحل الموجود هنا لكن أنا أعطيتك الفكرة الجديدة في هذا السؤال نفس الفكرة لو أعطاني السؤال بطريقة أخرى اللي هو على القانون الثاني النسبة الماءوية لدلالة الحجم حجم المذاب على حجم المحلول في مئة ونعيد ونكرر المحلول هو عبارة عن مذاب زايداً مذيب لا ننسى الشيء هذا نشوف نقرأ السؤال من نسبة الماءوية بدلات الحجم الأول كان نسبة الماءوية بدلات الكتلة لمحلول يحتوي على 35 ملي إثانون مذاب في 135 اللي هو ماء اللي هو عندي 155 ماء ملي راح يذوب فيه كم تقريباً 35 فهو يقول لك كم النسبة تتوقع نسبة مأوية للحجم بالنسبة هذا المذاب بالنسبة لهذا المذيب أروح أحلم مباشرة أطلع النسبة هنا حجم المذاب على حجم المذاب زايداً مذيب لازم تكتب الشيء هذا عشان ترتاح في الحل وتضرب في كم 100 وأروح أعوض تعويض مباشر كيف أعوض؟ أروح أكتب كم حجم المذاب؟ والله إستاذ هنا 35 أروح أقسمه على 35 اللي هو المذاب زايداً ومذيب كم الموجود عندي اللي هو 155 لأن هذا يظهر كل حجم محلول ليس حجم المذاب فقط أروح أضربهم في كم؟ في 100 يطلع للناتج اللي باك توجد أنت كم يطلع للنسبة المأوية الموجودة عندي فمعاتي 35 على تقريباً 190 يطلع لي اللي هو كم النسبة المأوية بالدلالة الحجم لاحظ الفرق بين الحجم والكتلة فقط في أنك تضع الوحدات والمسألة نفس الفكرة الموجودة عندي آخر مسألة بنأخذها اليوم اللي تتكلم عن القانون الثالث اللي هو المولارية وزي ما قلنا ما هو المولارية؟ مولارية هو عدد المولات المذابة في لتر من المحلول كم مول ذاب في لتر من المحلول هنا لازم لاحظ أعطاني باللتر لازم يكون حساباتك هنا باللتر يعني أعطاني من لي لازم أحول لتر فمعناته في القانون هنا في المسألة يطلبك كم مول موجود في لتر من المحلول فأحيانا يمكنني أطلبك المولات مدم دخلنا في كلمة المول فبيربطك مع القوانين السابقة اللي أخذناها سابقا أني كيف أحول من المول أطلع منه كتلة أروح أضربه في الكتلة المولية وأيضا إذا جاء عندي جرام كيف أحوله إلى مول وأرح أقسم مع الكتلة المولية فمعناته سؤالي هنا لازم أمشي بالطريقة الموجودة عندي طلبني هنا في سؤالي هنا ما كتلة كلوريد اللي هو الكاليسيوم الموجود عندي هنا فين؟ من محلول تركيزه صفر في بوينت عشرة يعني يبغاك تبدأ من المولارية أبدأ من هنا وأنتهي إلى هنا المنطقة هذه فمعناته لازم تمشي من اليمين إلى اليسار وتحل المسألة الموجودة عندك فأبدأ أحل الآن الآن أنا أبغى أوجد ماذا أوجد؟ المول فأقول له نحن أكتب هنا المول يساوي اللي هو كالشو عندي عشان أحول أخذ المولارية عشان يعطيني المول أروح أضرب المول في من نحن أكتب مولارية ضرب اللي هو الحجم باللتر هنا لازم تكتب باللتر طيب كم المولارية عندي والله يستاذ أعطاني في المسألة اللي هو صفر بوينت عشرة أروح أضربها في الحجم أعطاني الحجم هنا كم واحد لتر معناته الناتج عندي هنا صفر بوينت عشرة إيش مول طيب سؤالي الآن هل انتهيت من الحل لا لو طلبك فقط كم المولار توقف هنا فقط لكن طلبني في المسألة هنا الكتلة ولذلك أضفت لك قانون ليس موجود حتى عندي في كتاب كيف أحول من منطقة هذه من المول علشان يعطيني الكتلة بالجرام يعطيني الكتلة بالجرام الموجود عندي هنا فالآن لازم أكمل سؤالي لازم أوجد الكتلة فأروح أكتب اللي هو الكتلة المادة حسب القاعدة الموجودة عندي فأمشي بالشكل هذا عشان أطلع الكتلة فمعنات الكتلة يعطيني المول اللي أنا أوجدته ضرب الكتلة المولية طيب ندخل في حاجة جديدة تسمى الكتلة المولية كيف أستاذ أوجد الكتلة المولية لهذا المركب اللي هو C-A C-L-2 كيف أوجد الكتلة المولية هذا المركب هنا في هذه لازم يعطيك السؤال في السؤال حيث أن الكلور عدد الكتل إلى 35.5 والكاليسيوم موجود عندي 40 فهذه الأرقام لازم تعطي لك في السؤال لماذا؟ عشان أوجد الكتلة المولية فكيف أوجد الكتلة المولية؟ أروح في الهامش أروح أشوف عندي هنا أفتح لي قوس كامل كاليسيوم والله ضر وحده كامل عدد الكتلة اللي أعطاني في الأستاذ والله 40 انتهيت منه أسكر قوس أروح أجمع مع العنصر الثاني اللي هو الكلور عندي ذرتين في كام 35.5 اللي أعطاني الأستاذ يطلع في النهاء لو جمعت 40 مع 71 يطلع لي 111 موجود عندي طلعت اللي هو الكتلة الموجودة عندي اللي هو كتلة كلوريد الصودي طيب ماذا أعمل في السؤال هنا أروح أحله مباشرة كامل مول اللي أوجدت هنا 0.10 أروح أضرب في كام 100 111 اللي هو الكتلة المولية عندي يطلع لي في النهاية تحسب هم أنت حسابيا يطلع لي كامل الكتلة الموجودة عندي بالجراء في هذا المثألة وفي المولارية لازم أركز في السؤال من أين نبدأ ومن أين أنتهي فبعض الأسئلة يطلبك تبدأ من المولارية وتنتهي إلى الكتلة بالجراء وفي بعض الأسئلة يعطيك العكس كيف أبدأ من الكتلة بالجراء وأنتهي إلى المولارية فمعناته هنا لازم أركز في طريقة الحل وطريقة السؤال خاصة في المولارية لأن الجزء الثاني اللي أنا موجود عندي هنا ليس موجود عندك في الكتاب فلازم فدائما أسئلة مولارية ليست مباشرة كيف ليست مباشرة أستاذ يعني ما يطلبك يقول لو كان عندي خمسة مول كم يطلع لي مولارية أو إذا كان عندي كم مولارية كم يطلع لي مول هنا لن يوضح لك الشيء هذا لازم يدخل الكتلة موجودة عندي لأني أنا أستطيع أني أوزن الشيء هذا ولذلك أخذنا اليوم أقسامنا الموجودة عندي أقسام أنواع المخاليط قسمين متجانس وغير متجانس المتجانس قلنا عبارة عن محلول ولا تستطيع أن تفرق بين المذاب والمذيب بينما غير متجانس أستطيع أن أفرق بينهم وأبسط مثال هو الرمل مع الماء ثم أخذنا نحسب حساباتنا الموجودة عندي كم نسبة المذاب على نسبة المذيب أو نسبة المحلول كاملة وأستطيع أطلع النسبة الكتلية وأيضا النسبة الحجمية وأيضا أستطيع تطلع اليوم المولارية اللي هي عبارة عن كمول ذاب في لتر من المحلول أنا أخذت مثلا 20 جرام سكر 30 جرام سكر لازم أحول هاليمولات وأشوف كمول ذاب عندي في لتر من المحلول غدا إن شاء الله سوف نحسب عندنا اللي ناخذ قانون المولالية ثم ناخذ قانون التركيز اللي تخفيف كيف أركز غير من تركيز الأول والتركيز الثاني ثم ناخذ قانون اللي يسمى عندي الكسر مولي ثم ننتقل ما هي العوامل المؤثرة عندي في سرعة الذوبان كيف يكون هذه المادة هذه أسرع أو يكون هذه أبطأ ثم ننتقل إلى الخواص الجامعة للمحالين خدا إن شاء الله سوف نكمل هذه المواضيع السابقة اللي تكلمت عنها سابقا وألف شكر لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته